أمتار قليلة تفصل عن الحدود المغربية هنا بمنطقة لاد ملوك في مغنية والقضية استلاء على أراضي جزائرية والمتهم الجارة المغرب هذا السياج الممتد لمسافة طويلة وضع لرسم الحدود بين البلدين لكن أطماع الجارة جعلتها تتعدى على ملكية أحد العائلات الجزائرية هذا الخندق الذي لم يكتمل حفره وعند الحدود تماما وضع للحد من التهريب استغله المغاربة للاعتداء على ملكية الجزائريين خاصة وأنه يأخذ مساحة بأربع هكتارات ويجعلها في غير متناول الفلاح الجزائري المغرب تتوسع على حساب أملاك الفلاحين وعائلة بحسون ليس بيدها حيلة والقضية تخرج عن نطاقها واليوم هي تستنجد بالسلطات ما دام الأرض هذه جزائرية وضحاوا عليها مليون ونصف شهد إحنا ما دامينا أرض شو هذا دم الشو هذا ما يمشيش هكذا هابا من المطورات إحنا نطلبه من الدولة باش تتدخل وتراعي لهذا الأمر وتبعت لجنة تحقيق رافعة المشتوى باش شوف حتى الخدمة اللي خدموها نخندق من المحفور حتى هو ماشي في النوم هذا غيظ من فيض مما يتعرض له الساكنة الحدود الجزائريين من طرف المغرب الذين يعمدون إلى استفزاز الجزائريين بكل الطرق